بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبتي طلاب وطالبات الصف الأول الأساسي شعبابا من مدرسة أطفال الرمث النموذجية اليوم درسنا من كتاب العلوم من كتاب العلوم واسمه القوة القوة أولا سوف نبدأ يا أول أطرح لكم هذا المثال أنا عندما أضع هذا القلم هنا يكون في حالة سكون يكون في حالة سكون ساكم غير متحرك أنا أحتاج إلى قوة لأحرك هذا القلم أنا احتجت قوة عشان أنا أحرك هذا القلم انظروا يا أول إذا إلى هذه السيارة أنا أريد أن أحركها من مكانها أولا هي في حالة سكون أنا حركتها من مكانها شايفين؟ احتجت إلى قوة عشان أنا أحركها من مكانها وكمان أنا إذا بدي أسحبها هيك كمان احتجت إلى قوة القوة دفع وقوة سحب انظروا هنا إلى هذه الصورة هنا الطفل يقوم بعملية دفع هو يدفع هنا يدفع من الخلف يدفع الشيء هنا تسمى قوة دفع هكذا هو هون أنا دفعت السيارة إلى الأمام دفعتها شايفين؟ هون البنت تسحب تقوم بعملية السحب تقوم بعملية السحب أنا هون سحبت السيارة شايفين؟ فيوجد لدينا عملية دفع وهنا يوجد لدينا عملية سحب هنا يوجد لدينا طالب اسمه أحمد يساعد والده في تنظيف الحديقة ماذا يفعل أحمد؟ هل يدفع العرباء؟ أم يسحبها؟ هو يدفعها أحسن هو واقف في الخلف ويقوم بعملية دفع للعرباء هنا ماذا تفعل المسافرة هنا؟ هل هي تقوم بعملية دفع أم سحب الحقيبة؟ تقوم بعملية سحب تقوم بعملية سحب العرباء أما هون يقوم بعملية دفع يقوم بعملية دفع إذن عملية الدفع أنا وين بكون؟ أمام الشيء الذي أريد أن أدفعه أو أسحبه أم خلفه أكون بالخلف وأقوم بعملية دفع أحتاج إلى قوة تسمى قوة الدفع وعملية السحب أنا أكون في الأمام وأسحب الشيء الذي أريد سحبه انظروا إلى هذه الأشكال هنا اللعبة ألف هل تحتاج إلى عملية دفع أم عملية سحب؟ عملية دفع أنا هون بدي أكوني أول بدي أكون بالخلف وأقوم بعملية دفع هنا الشكل رقم با يحتاج إلى عملية سحب أنا بكون هون واقف وأقوم بعملية سحب الشكل رقم جيم إذا كنت واقف هون وأنا دفعتها إلى الأمام تكون عملية دفع إذا كنت واقف هون وسحبتها تكون عملية سحب بدنا نتعرف يا أول إلى تأثير القوة تأثير القوة تكلمنا أن القوة يوجد لدي نوعان أول أحتاج إلى قوة لأحرك الساكن وأحتاج إلى قوة لأقوم بعملية تحويل المتحرك إلى ساكن كيف؟ هنا انظروا إلى هذه الصورة يوجد لدي حارس مرمى ولاعب هنا الحارس يحتاج إلى قوة لكي يمسك الكرة كانت الكرة متحركة وهنا يحتاج إلى قوة لكي يمسكها لكي تكون في حالة سكون وهنا احتاج إلى قوة لكي يحرك الساكن لكي يحرك كرة القدم معناها يا أول أنا بحتاج إلى قوة عشان أمسك الكرة وبحتاج إلى قوة عشان أحرك الكرة انظروا هنا هنا يوجد لدي مجموعة طلاب قاموا ب لعبة السيارات شايفين؟ كل واحد كان مع سيارة وقام بعملية دفع بعملية دفع للسيارة يوجد لدي ثلاث سيارات اللون الأخضر واللون الأحمر واللون الأزرق شايفين؟ بدأنا بنقطة بداية كلنا بنقطة بداية لكن هنا السيارة لون الأخضر وصلت نقطة الانتهاء أسرع من اللون الأحمر واللون الأزرق شايفين؟ معناها قوة الدفع هنا كانت أسرع وهنا أبطأ فأبطأ يعني أني إذا كنا ثلاث طلاب ومسكنا سيارة والكل دفحة في قوة الدفع بتكون أسرع ثم أبطأ شايفين مثل سباق السيارات لعبوا هون سباق سيارات عندي قوة دفع أسرع وقوة دفع أبطأ وهنا نقطة البداية ونقطة الانتهاء الاختبار دحرجة الكرات أنا يا أول إذا كان عندي كرة قدم وكرة سلة كانوا مش قريبات من بعض الدحرج يعني صار قريبات من بعض خبطوا ببعض شو صار عندهم قوة شو صار عندهم قوة بس أنا أخبط إشيان ببعض صح؟ ببعض عن بعضي أول هاي كرة القدم أصبحت هنا وكرة السلة هنا هاي القوة نتجت من خلال قوة الاصطدام من خلال قوة الاصطدام ماذا يحدث للكرتين إذا أحد إذا تدحرجت إحداهما نحو الأخرى؟ بس هون شو صار قريبات من بعض؟ حين تدحرج إحدى الكرتين نحو الأخرى، يتغير اتجاه كرة كل منهما، يتغير شكل الكرتين، لا يحدث أي شيء، يتغير اتجاه حركة كل منهم، شايفين؟ كرة القدم صارت هنا، كرة السلة صارت هنا، أعتقد أن هذا يحدث بسبب قوة الاصطدام، من خلال قوة الاصطدام، هنا اختبار دحرجة الكرات، هاد إنتوا رح تحلوا لحالكم، مثل هون إحنا ما عملنا كرتين، وبعدين صار النقراب من بعض، وبعدين كل كرة تغير اتجاهها، هون إنتوا رح تعملوا نفس الشيء موسيقى موسيقى